السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة نيسي لنا تشانيل كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وكنتمنى يكون صوت اليوم مزيان وكيتسمع في الفيديو مزيان شكرا لكم بزاف كيف سيرين مع رمضان كنتمنى تدوزو بخير وعلى خير إن شاء الله الله يغفر لنا والله يقبل لنا الصيام دينا وصلاة دينا إن شاء الله اليوم سأحضر معكم الفطور جيالي بعد ما جاء الخدمة كيف العادة اليوم قدرتو مختلف شوية عوضنا ندير سميدة وللحريرة قدرت واحد الشربة وعلى بزاف كدي بنينا 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 دي اللي ريستو الكبار الصراحة أجربوها ما غاديش تندمو دي الخضرة مع الكريمة وحضرت معاكم هادلي كيش ندرتهم صغار ووحدة كبيرة بعد جينا جيدة كنتمنى تجربوها وحضرت معاكم واحد العاصر دي البانان والتفاح والقرقع واللوز والتمر كيجي رائع كنتمنى يعجبوكم الوصفات وكنتمنى تعجبكم الفيديو وحضرت معاكم وصحبكم كيف العادة ولي ما مشتاكش معانا وجديد معانا حتى يشوف القناة ديالي كنتمنى يدعمني ويشترك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ونخليكم معانا فيديو كيف العادة؟ اول حاجة كان بزي بيهمني كنجي هي شلوضة كنديرة في الفران باش تشو كنديل فلفلة ودنجال وبسلة ومطاشا كنديل ففران جيال القاز كي تشو كنديل فران جيال القاز قلت لي نتس sebelum تنفيه عن ق lying and item تحضر ضرب لعorious الكثير لعاجة كان لعريفة حاشتعرفuckerنا عن تلك يثبвид كنم our nets أعلمني كان عيودا ولكن كنديل فران جيالتراب كني ند Witch ال picks up تشوي ب Seigh ندامه وخصصا كل مرة والذي عن كذب يقضي خفز و يخلط و لا تفكر نشو ديك اللحظة معالينا المهم درتها في فران درت لبيض كيف العادة و جيت درت هنا هي البصلة شحرتها هي اللولة و قطعت الكورجيت و خزو و بطاطا قطع صغار وزيتهم على هذه البصلة وزيت واحد شوية على الزبدة درت زيت العود هي اللولة وزيت شوية على الزبدة باش نتقلي ذاك الشيء مزيان وزيت شوية على الزبدة وزيت الكفتة من الأحسن أن تقوموا باستر دي مورسو و دي لادن دولة صدر دي الجيج أنا كانت عندي الكفتة و درت غير الكفتة سافي درت غير الملحة و البزار و التومة بودرة سافي ما درت في العطرية و مزيت الى شيء و كيف ماشته و درت المايز سافي وزيت شوية على الماء و خليت هذا الشيء حتي طيب شوية على الماء و دي الجهة للماء فشطة بذيك الخضراء دابا ندوزو نحضره لفون دي كيش هنا استعملت ربعات الكيسة لعنباء ديال الدقيق الأبيض وزيت عليهم تقريبا 150 قرام ديال الزبدة تكون باردة تخرجها من تلاجة سافي و تغلي في ذاك الدقيق كله بعد ذاك الدقيق كله بعد ذاك الدقيق كله و درت شوية ديال الملح حتي غلي في ذاك الدقيق كله بذيك الحربلتون زيان بيد ديال عزت بيضة كاملة وزيت هنا بقيت كنزيد في الماء غير جمع ليكم صافي كاتوا سافي كاتوا وقفو اه انا هنا كاس ديال العنباء ديال الماء عادي من الروبيني اضافتها في البلاستيكا و اضافتها في تلاجة بينما توجدوا الحشوة يعني على الاقل دوز زعاد المقانا في تلاجة اضافتها طابت و اضافت زوج معلق بطقيق الابيض و تلحوز زوج معلق و تبقى و تخلطه غير شوية باش تعقد لنا شوية تلحوز زوج معلق بطقيق و تلحوز زوج معلق بطقيق و تلحوز زوج معلق بطقيق بطاق اضافتها من السماء و حتى بصد متجد تلحوز زوج ميلي كمية للخضراء اضفت الكريمة و أضع القوزة ثم نحرك حتى اعقلت الكريمة كما تقلت لي قليلا كيف يمشتوا كيف تبقبق حصلت على التكستور اللي بغيت انا وطفيت عليها كالجهة رائعة لا تشبعوش منها ومفيدة في نفس الوقت ومن يتخلفوا شوية الشكل المعتاد اللي كنديرو وكتقدموها بصحة الراحة ندوزوا العاصر تفاحات اتضيت بانانات بانانات ودتثوية على القرقاع وطحون وطحون وطحن 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 وواجد خفن زربا ولكن هذا الصعب اللي علم بيها المهم ما نبقى لنا ؟ نبقى لنا الحشوة نبقى لنا نضيفوا لفون نحضروا الحشوة لهم كان طيبهم تقريبا نصطيبة نضيفوا فيهم الحشوة و ندخلهم الفران نضيفوا بابي كويسون يسهل عليكم الأمورية و نضيفوا بابي كويسون و نضيفوا بابي كويسون و نضيفوا بابي كويسون يسرون المبس و نضيفوا بابي كويسون نقطع بابي كون و نضيفوا بابي كويسون و هناك نضيفوا بابي كويسون و كويسون وكتقبوها بالفورشات من الداخل مزيان باش ما تنفخش وكان قد حتى ذوك الصغارين اللي بقدرت بهم خرجت لي وحدة كبيرة وتسعود وتسعود صغار سوف ندخل الفران على 180 دراجة ونبدأ نشوف مخصص تحمر غير طيب تشد راسها صافي ما مخصص تحمر هانتوما هاد صغارتا هوا ما شوشوا كيف ساش ديرين هاد ليمون اللي يشريت في هم هاداك لقاعك يتحييذ انتوما غادي تسوفوا باش عبر سأنا يسكون شي قطاعة ولا زلاف اللي كبر منهم باش يجيل عجيناسة في جناب المهم يكون لعبار كبر من هذا كبر من ذاك المول باش تقطعو أنا عندي هادك دي الحرشة هي باش قطعت صافي وكتبقوا تترسوا فيها بها شكل كتلسقوها مع عجينة بمزيان وكتحييذو العجينة الزائدة كتحييذوها إلا كانت صغيرة اذا كتترققوا كتحييذو في نفس الوقت بحالة جشكل هاد صغيرين كيجوا احسن زوينين حيث كل واحد كيهز وحده وصافي توقيت كيهز وحده في الابرزونتاسيو تملكم الاختيار تقدروا تديروهم كاملين صغار إلا عندكم هاد ليمو الكتير ديروهم كاملين صغار الكيش معمرني درتوا من الدخل لرمدان ما درتش الكيش تعطلت فاش درتوية تعطلت نعزيز عليا ما خلوناش العجائين تعمار تعمار الحشوات ما خلوناش نديرو الكيش مهم اليوم كلينا زوين صراح بنين وانتم ما خلاص الحشوة را تبقى من اختياركم را ماشي بالضرورة تديرو الحشوة لي درت انا ياو الحشوات را عطال الله لديرو اللي يعجبكم نتقبوهم ننساوش دي ما نتقبوهم شمية نفخوش لنا في الفران واندزو نحضروا الحشوة انا عندي هنا يدرت البصلة ودرت شوية الفلفلاء خضره وفلفلاء حمراء كانت عندي في المجميد سؤولتني واحد السيدة في الكومونتر كتليوش كتبقى الفلفلاء مزينة في مجميد انا دي ما كان ديره في مجميد خصوصا ديك الفلفلاء الحمراء راك عارفتو كتوجد غير مرة مرة تكون رخيصة نشريها ونقطعها غير في الجيل الربيع ونضيها في مجميد الحشوات تهنيك الفلفلاء ما كانت تبقى تقطعها ما كانت تهنيك الصراحة نجيب عندي في مجميد ما كانت ترالي عادية معالينا دركشي كيتقلاء مع الزيت ديال الطون هنا حضرت لابارا ثلاثة البيضات كان عندي انا واحد البيض وشوات الملح وشوات البزار ودرت 200 ميلي ديال الكريمة وليلا ما عندكم الكريمة عوضوها غير بالحليب وليلا ما عندكم الحليب عوضوها بالياغورت طبيعي وخليتها على جنب تجيب الكريمة بنينا تجيب الكريمة على الفلفلاء تقللت في ذاك الزيت ديال الطون ذاك الزيت ديال الطون عوضوها حيث لا نستعملها انا خسني الطون شفحي ذاك الزيت تقللت بها فلفلتها حاجة مضيعة شوفوا هنا راها شتي ذاك البلاسة بحلى رقيقة شوية شت وتحمرت لي شوية المهم مشكلة المهمت وما خصصت تكون محمرة لكم هكا كمال داخل هنا را 70 حاجة يدي بحل اخطبت برا للا يوريكم ورا غير يدي بحدي والله العظيم الى الحمد لله رجبها صحيحة المهم صافي من اللي طابو هذا الحشوة تبرد بينسوق وعادة ديروا ذاك الفلفل وديروا الطون من فوق هذا الفلفل والبصلة وديروا وزيزون قطع وديروا الفرماج وديروا تلخر مرحلة بحديث لكم حتاعدت المزاريلا حكيتها عادة درت للا باري تتحركوا المزاريلا من الفوق ونالفرماج تسير وناللي كان عندكم قامت بتغيير الفوق سألت تغيير الفوق لكيش باستخدام مكتب لتغيير الطيب باستخدام مكتب فهمتوا ؟ قامت هنا ثلاثة من فاصلين لكي نعطيهم لزازون سيكيريتي مع الفطور اللي كان أعطيهم قدرت هم معزولين على وضع أن نقطع هذيك الكبيرة قامت لهم هذو ثلاثة صغار قامت لهم نفس العمارة الزيتون قطع الطون وهذا و الاباري ديال البيض والكريمة صافي و ديال الفرماج و دخلتهم تومي طيبو وهي اش اول شكل نهائي ديال كيش ديالنا الكبير كي يجيب بالنين رائع انا بعدما محبي لي كيش ما عرفش انتوما خصوصا ديال الطون كيعجبني بزاف و راكي اللي كي عمرها بالاباري باش كي يجي ذاك البيض من فوق و عمرها بالبيض انا ما عرفش انا ما مدرش بزاف حيث صراحة اقول لكم الحقيقة حيث ديك الاباري بقى بغيت ندير بها الاخرين اللي غنعطي ذاك شعرش مدرش بزاف الاباري ولكن فلاجات هي هاي صراحة ما ما تنبغيش حاوتني تجي من فوق هكذاك بالبيض صافي و ديال الشكل نهائي ديالها كجيرها عزوينا ازحتكم و راحتكم اللي جربتوها و اللي جربتوها ردو عليها و ردو عليها في الانستغرام صوروها لي و حطوها لي في الانستغرام قاعد لي جربشي وصفة ديالي كانت مني دوز عندي الانستغرام و يحط لي هالي الفوتو و هادي هي الصوبة و الشربة ديال الخوضر ديالنا اللي بالكريمة اللي كجي رائعة و كانت مني تجربوها و تخالفو شوية الشربة اللي كان ديرو كانت جي مفيدة في نفس الوقت و زوينا و هذا هو العاصر العادي العاصر العادي بالتمر و القرقاع واللوز و البنان وتفع و كانت منا اعجبوكم وصافت دي اللي اليوم و كانت منا تعجبين الفيديو و كانت منا تع Organiser وهو اصلا فيكرة ديالي كانت تشارك معاكم الفطور ديالي اللي كان حضر م بعد الما ده كان نجي من الخدمة باللي عجبته على مناسك والللي SMK خلي لي و كو منتر ضوين باللي اول مرة كانر اشترك باللي اول مرة��를 شاه southwest الطابق pulls وحتوان و seminar يشترك ويدعمني بالاشتراك ولايك الجعل فيديو ويبرتجي القناة مع أصحابه وإحبابه إن شاء الله نتلقى وفصفة جديدة وفصفة جديدة إلى حيان الله استودعتكم من الله إلى اللقاء أخواتي مع السلامة